استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد ألين هيان وزير الخارجية والتعاون الدولية معالي ريتنو مرسودي وزيرة خارجية جمهورية اندونيسيا بحضور معالي أريك توهير وزير المشروعات المملوكة للدولة في جمهورية اندونيسيا وجرى خلال اللقاء الذي عقد اليوم في أبوظبي بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات واندونيسيا وسبل تعزيزها وتطويرها في عدد من المجالات منها الاقتصادية والتجارية والطاقة والأمن الغذائي إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها ليبيا وإيران كما بحث سموه ومعالي وزيرة خارجية اندونيسيا تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 وجهود البلدين الصديقين لاحتواء تداعياته ومعالجة أثره على مختلف الأصعدة ودعم الجهود العالمية المبذولة من أجل توصل إلى لقاح للمرضة وأشهد سمو الشيخ عبدالله بن زايد بالعلاقات الإماراتية الاندونيسية المتميزة مؤكدا الحرص على تعزيزها وتنمية وتطوير التعاون المشترك في المجالات كافة من جانبها أكدت معالي ريتنو مرسودي تطلع بلدها إلى تعزيز علاقاتها التنائية وجوانب التعاون المشترك مع دولة الإمارات مشيدة بالمكانة الرائدة التي تحظى بها الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي ترجمة نانسي قنقر